سؤالي أول بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا إذا كان مدفون عدد من المتوفين في قبر واحد فعال عند عذاب أحد من المتوفين هل الآخرين مدفونين معه يحسوا بعذابه؟ الجواب لا بكل وضوحه بكل صراحة مفيش تأثير لحد بيعذب في قبر على حد تاني ليه؟ من الأساس لأن احنا عندنا قاعدة القاعدة ديت وخاصة القاعدة ديت في الحساب أو القاعدة ديت فيما يتعلق بالجزاء ولا تزر وزرة وزرة أخر صحيح؟ احنا بنطبق القاعدة دي فقياً كمان على الحياة الدنيا يعني محدش يعاقب بزن بحد تاني لكن كمان في الآخر وكمان في البرزق محدش بيعذب بعذاب حد تاني ولذلك طبعا نعمل إيه؟ طب احنا دايماً لازم نكون عارفين من كرم ربنا بيعملنا ازاي؟ يعملنا في الأشياء التي فيها فسحة وفيها مدد وفيها خير وفيها لطف يعملنا بماذا؟ بواسع كرم طب والحاجات التي فيها عقاب؟ لا الله سبحانه وتعالى لا يعملنا بهذا الأمر فقد يخفف بوجود الإنسان بجوار التقي الولي الصالح ولكن لا يزداد عذاباً بمجاورة العاصي لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال علموا لي قبر أخي عثمان بن مضعون أدفنوا إلي يعني إيه اللي حاصل؟ لقبر مبارك بتنتنزل عن الرحمات لأنه كان خيراً حسن الخلق جميل المعشر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يراه من الصالحين فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال مجاورته إن شاء الله سبحانه وتعالى تكون شافعة وتكون ميسرة فيجي واحد يقول لي طب اشمعنا؟ لا ما فيش حاجة يسمعها اشمعنا؟ في حاجة ماذا؟ الله لطيف بعبادي فأعطى هذه العطية فما يجيش حد يقول إيه؟ ليه ربنا يعني في العطية؟ بيجعل الشخص لو جاور إنساناً صالحاً يسر عليه وفتح عليه وخفف عنه كريم سبحانه وتعالى كريم خزائنه ملأ سحاء الليلة والنهار كريم سبحانه وتعالى ولأنه يعفو عن كثير إذن هو كريم لبن إنسان لو جاور من يتعذب لا يعذب بعذابه لو يجاور حد من الصالحين إن شاء الله تشملوا هذه البركة ويشملوا هذا الجمال ترجمة نانسي قنقر